السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا يا رب العالم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تلد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه يقول عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ساني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تعوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعنمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آبدت الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام حدث الهجرة من أعظم الأحداث في الإسلام بل هو أعظم الأحداث في الإسلام ولا أبعد إذا كنت بل هو أعظم الأحداث في تاريخ البشرية كلها لماذا؟ لأن الهجرة النبوية المباركة كانت اللبنة الأولى لبناء مجتمع إسلامي لبناء دولة إسلامية يشع نورها إلى جميع أنحاء المعمورة ولذلك لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما أراد أن يجعل تاريخاً أو يؤرخ الشهور العربية اختار الهجرة ففي بادئ الأمر لم يكن هناك تأريخ عربي وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه الكتاب من الأمراء ومن العمال فيقرأ فيه في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رجب فقال أي رجب وأي شعبان فأراد أن يحدد فأراد أن يؤرخ فاختار التأريخ من الهجرة النبوية المباركة وقال الهجرة فرقت بين الحق والغاضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للشوق العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليه وسلم شخص نتكرر السلام عليكم وعلى قصور رسم الله سبحانه وتعالى لكننا نتكررحكم في المحامل وعلى سبيل الله عليه وسلم الآن سبب المؤلمين قولا تقير لمحرمة ما تفعل المدينة أقولوا ليولئك حديثي وعطور نتقير وعطور وقتل 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 وعطور نتقير وقتل 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 الدخول وركز التحقيق لتقال وقال وجود المدينة على رقول يقولون أيها الشعوب كبيرًا علينا فى ماتلة عن 에� besonders الحاجين على البلاله بالعمل complementary جميع defence عبارة جميعها وطريقة أن نزدنا رفعاً بسبب المعقصص ، كانت نزيد الغامن . وبالسطنع قبل ، لقد رمقوا إلى جديدة ، تعالى ، ويدستنى ، وغير النظام ، قبل ويستمر ، هل يناسيه على الوثبت؟ لكن بغير يقول ، أقول أحباً توازي تاريخ لأبوه السلام إذا كانت تاريخ أبوه تاريخ اليكم أبوه 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 تاريخ اليكترية أبوه تاريخ اليكترية أبوه بالي من موجة تاريخ اليكترية تاريخ اليكترية أبوه حتى التواصل ببارث أتعليخ أصالح أولاً 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 الأول أولاً الأول أولاً أولاً المخيونا ولو destللل الأولى والحفاف وتلل الأضراء والذكرían أقول إن لم يتد على الناس فقد ابنته لهذا جعلنا وفضل نتواجه لكم وفضل وكاء واحدة نتضرب لكه هذا عزيز وفي الصلاة الخير في القرآن الكريم وفي أحاديث كثيرة في السنة النبوية المتحر فمن آيات القرآن قوله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله هذه الآيات نزلت في سياق الحديث عن غزوة كبوك حيث يقول الحق جل وعلا مخاطبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه يا أصحاب رسول الله إلا تنصروه بالجهاد في سبيل الله فقد نصره الله الله نصره بدونكم حين أخرجه الذين كفروا ثاني اسنين حين أخرجه كفار مكة وليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار في غار ثور يسمى غار ثور حيث اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو وصاحبه ثلاثة ليالي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا حينما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ووصل المشركون إلى باب الغار ونظر أبو بكر وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله سالثهما لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على ما يعود الضمير في قوله عليه قال أكثر المفسرين الضمير هنا يعود على أبي بكر والضمير في قوله وأيده بجنود يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم والضمائر تختلف حسب لغة العرب فأنزل الله سكينته يعني على أبي بكر وأيده يعني أيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن الذي كان يحتاج إلى السكينة وهي الطمأنينة إنما هو أبو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما قال فريق آخر من المفسرين إن الضمير يعود في كلا الكلمتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى فأنزل الله سكينته أي أنزل سكينة جديدة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموت وهذا ليس معناه أن النبي لن يكن على سكينة لا إنما هو على سكينة ولكن زاده الله سكينة جديدة خاصة بهذا الموت وأيده الجميع متفق على أن الضمير هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها الملائكة وغيرها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى بأن ردهم على أعقابهم خائبين وكلمة الله هي العليا يعني كلمة الله هي العليا دائما وأبدا قبلا وبعدا والله عزيز الحقيق ومن الآيات أيضا التي تتحدث عن هذه الهجرة الطيبة المباركة قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى الهجرة في بعض الأمر كانت واجبا وفرضا لنسرة الإسلام والإعلاء كلمة الله فلما نزل قول الله عز وجل إلا المستطعفين من الرجال والنساء والولدان سمعها رجل كبير في السن فقال إني لا أجد لنفسي رخصة ويجب علي أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفز متاعه وعراد أن يهاجر فجاء في نصف الطريق ومات فاضط روحه إلى بارئها فقال المسلمون إنه لم يستطع الهجرة إلى المدينة المنورة وفرح المشركون وسخر منه المشركون لأنه خرج من مكة ولم يدخل المدينة فأنزل الله قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وهذه الآية العظيمة تعلمنا أن ثواب الهجرة ثواب كبير وأجر عظيم والله عز وجل في القرآن الكريم مدح المهاجرين ومدح إخوانهم الأنصار فقال جل وعلا في القرآن الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وعموالهم يبدغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلئهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويكسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأيضا جاء في شأن من هجرة أحاديث كثيرة أكتفي منها بحديث عمر بن العاص صلى الله عليه حينما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام مد عمر يده ومد النبي يده ليبايع عمرا فقبض عمر يده أخر يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر قال أشترق يا رسول الله يعني أن لي شرط قبل دفول الإسلام يترى ما هو هذا الشرط هل عمر يريد مالا أم يريد بيتا أو قصرا أو أرضا لا بل قال يا رسول الله أشترط أن يغفر لي أريد أن يغفر الله لي ما فعلته في أيام جاهلية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبل وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبلها فالهجرة لها ثوار عظيم ولها أجه كبير ولها مكان عالية بذكرها في القرآن الكريم وفيها حادث النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فقد نشرد الله إذ أضعجوا الذين كفروا ثاني أطمئوا إذ هما في الله إذ يطولوا لسرعبه لا تحزن إن الله معنا فأوز الله سكينته وعليسه وأدله بجلول اللي اتروها وحدك يقول ايه وهرب لسرعبه لا تحزن فقد نشرد الله على الناس لا تحزن ألا عمرهم في الضوالات القصية فاني يكفي بلوضعوا من تساولون ساولون الأخفاء أيضاً أولمان وفي الضوالات القصية لا يتزيلون بالتساولون فان دقائم أن تتعلم قبيل. بأن تتعلم قبيلني يكون هناك آخر أن يوجد رائعوني تتعلم حيث أنه في التعامل وعرف أنك لم أتدحونها الجزء المقارب من الأفضل فشتاة حماسة الحياة على قبل أن تحصل على قبل وارد بروسه عقودية استثناء ملتوفرة فشتاة حسنا تحصل على قبل وارد بروسه فشتاة حتى دخلق فشتاة عدد من حسنا ملتوفرة فشتاة أن يتباو فشتاة يفترض لدينا مناس قسوة علينا أن تتكلم به øجن وبعدره المناس يتقابل الله وأحب Sonucانك الآلاء جهبناك بالناس قسوة بعد ذلك مع أن أعطاء التعامل ستبقى قبل السية وأن لماذا يسرون ستبقى أن أعطاء التعامل بسيطانك تبقى والاستخدام وهذا المناس ستبقى فرصاً لديه نافذ تاريخ entertaining وَتُ تُتُتُوا حُجُدًا إنه يوماتي الله وَتُوا مغتُنِ حَرُّ مِنّهُ أَكِنِهُ أَمْ بَعَلِيْهُ هُلَيْهُمْ نَوْتُوا إِنْحَنِ مِنّهُ إِنْ تِيَوْهُ مُنُّهُ إِنْ تُعِيْدُ الْطِيِّ كُمُّكَ أَلِيْهُ امَنْ تُعُّسُّ هُشُدِيهُ هل يسعنى الى صفحة؟ وليس خرجل مريم فى الهجمال يسعنى الهجابية قبل الوامن مما اسدى الهجب وقبل الوامن تبني الوامن ويسعنى الهجابي وو يسعنى الوامن وقبل الوامن و كيفير أن نكون وكما يخبر الوامن وعيد بتبني ان تبني وو الخريطان يقول كما أنت مراجئين في الوصول على ممكن لديمانونا و هو أن يواجه في الجهن التي تحديثت مراجئين في مقاطع المعامل الذي يمسون الفرز و أمسن أراضي فيا جاتنا عن نزار جميع الكاتب وفي الغواقو بإعطال الجمعاء كم لا يستخدم ألعى عن نزار جماعة لذلك من الخلق العرق وفي ذلك على حركة المركز قبل وفي محل المحل المحل المتحولون يتخلون مع نزار جزارة ستلى أصدقاء عبرا وحزيك دعون الجمعاء موبتاك ابتدامه مواجيش عبالو حديث قوانا أبتدامه عشواء مصرحة مصرحة وصفاء وصفاء وقمتاك بشكلتك عندي وقتاك بشكلتك مواجيش عبالو من محسن على ألف ألف المعالم وزيوة فعلا تقوم بعمل معتدامه وزيوة محدة وفلق اللعب يجب أن يكونوا ميطفينيين موسيقى كانوا يرغبون محمد لا يبدوا أنه يرغبون ، لأسكرا يرغبون أنه يرغبون الأشخاص يرغبون بإدفاع أنه يرغبون عالي على النoland's Russapa يرغبون الكثير وا فيها. الذين يشتركوا في الطلاق التي تشتركوا في طلاق يجب أن تشتركوا في الطلاق من الناس القضاء السلام عليكم اشتركنا الناس من قبل وسهل الوظهر من أنه سموه أحضر نلونا لأنه سموه لنا درسل الناس سموه فهم أحاول إلخار سموه 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 تسأل سموه 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 ترجمة نانسان اشتركوا في القناة كانت تدرك عن هذا الأمر كانت تدرك عن نابت عن نفس حيث فهي كنت تنبع تدرك عن المتابع ي lasciاني الاستمرار ان يتمّون عنه أن يتمكن من diesen هاتف أن يكون كانت مهاتف ، يسمى أن يستمر عليه ونرى أيام الخطب لدي皆و أن في نفس السب Prize نتعلم أن يلسك مليون بيفس وعلى العرباء الشباب ان يساعد ذلك على تصيب من المسلمٍ استراده وسهل الشباب والإعلاق Then يساعد ذلك عن المسلم 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 والإعلاق ويساعد ذلك التي تعجب من فكرة المسلم إذا كان هذه المسلم يؤذف شكل هذه المسلمات ومن ستتفيد مع المساركين الكريم وتفقد أن أصبحت مع مجرم ونفقاً يترى أنه يرسل على مجرم ونفق ليه إذا كانوا يتكلمون من أجل أن يتكلمون ونعطى الله ونحن كذلك ونحن نحن 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر